السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه السلسلة ان شاء الله سنبدأ فيها موديل الاتوميستيك بالنسبة لفليار SMPC اول شيء هو البرمي شابتر الاتوم يعني الاتوم البنية الضرة اول شيء سنرى مكونات الضرة كما تلاحظوا معي هنا الاتوم يكون من ثلاثة جسيمات يعني الضرة تكون من ثلاثة جسيمات اول شيء تكون منها هو الالكترون اللي تسمى الالكترون يعني الالكترون هذا هو الالكترون وهذا الالكترون ما نقدرش بقى نقسمه وشاء الالكترون هي الالكترون كذلك انه بارتكولة بالنسبة للبرمي لا جد بارتكولة يمكن انه بارتكولة او صغر جسيم لماذا يجب أن تكون من ثلاثة من الكارك هذا البروتان في الداخله يكون باقي من جسيمات أخرين الذي تسمى بلكارك سوف ترى هذا في السنوات المقبلة سوف تعمقه في هذا الزطان هنا أكتبت لكم بالعربية يسمى جسيمات دون الذرية الزطان لا يوجد بشكل إليمنتر يجب أن يكون أصغر جسيم يجب أن يكون من ثلاثة من الكارك هنا يوجد أحد يوجد الكارك ويوجد أحد يوجد الكارك ويوجد أحد يوجد الكارك صحيح؟ هناك جيد هناك فكرة على هذا ويوجد الكارك في السنوات المقبلة يجب أن يكون أحد يوجد الكارك هناك فكرة بالنسبة ل تكون من جسيمات أساسية التي تسمى بليكارك في السنوات المقبلة تسمى الوصف تسمى رجيون ويوجد الكارك في السنوات المقبلة تسمى بلون ويو النوات تكون مقبلة في المركز توجد كارك بلون ويوجد الكارك طبيعة ويوجد الكارك تكون في المركز وعندها واحدة من البيانة مكتفة علشة تسمى مكتفة حيث أنه لأنه فيديو كيف يبدو لا تضر هذا المركز يكون واحدة كتفة كبيرة يعني هادو ما عندو مش الفراغ بيناتهم بحيث مثلا اعتكم واحد تمتين بحيث مثلا قلنا عدنا واحد اشرة طون مثلا ديال السيارات في الوزن ديالهم وزيرناهم ودرناهم في المتر وكيوب درناهم في واحد المتر موربع ولا متر مكعب اوكي درناهم في واحد المتر مكعب دخيلتو همايا يعني اشتو واحد عشرة طون لي واحد الحجم كبير بزاف والوزن كبير بزاف ضغطنا 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 ودرناهم في واحد المتر مكعب رابحة لك تقريبا اعتنا نواة ديالنا يعني مكتفة بواحد الشكل كبير بزاف واحد المساحة صغيرة دونك تكشي لش هناك قلنا تركيزنت اشتو دونس اي شارجي بزيجييب وكيكون عندها واحد الحج موجب اوكي ناوات هيكون عندها واحد الحج موجب كما كنتو شتوي في الباكلورية البروتان هي عنده شارج موجب بيزيجيب أو النوتر عنده شارج نوتر محايد بالتالي شكل غالب غيكون عندنا حجة الحج موجب هو الغالب يوجد 2 types de نوكليون يعني يكون هذه النواة تكون من الأنواع نوية أول واحد يتسمى بلبروتان كما ترى بل 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 يوجد 2 نوترون يوجد0 أيضا ، يوجد 2 نوترون تكون هناك نوترون يوجد 2 نوترون يوجد 3 أحنج المنزع يوجد 3-2 نوترون نوترون وكيتواجدو في واحد المنطقة منتشرة واحد المنطقة موزعة اللي كتسمى بنياج إلكترونيك يعني سحابة إلكترونية إشارجي نيغاتيف وكيكون عندو واحد شحنة سريبة يعني كما كتلاحظونا عدنا الإلكترون كيكون هنا على براء وكيكون ديز إلكترون أخرين يعني أيضا كيكون عدنا بزاج ديز إلكترون بحيث كيكونوا كيكونوا لنا سحابة إلكترونيك أوكي السحابة إلكترونية نياج إلكترونيك